وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي اليوم اتفاقية منحة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبنك تنمية المدن والقرى بقيمة 14 مليون و100 ألف دولار لتمويل مشروع تدعيم عمليات البنك وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز قدرات بنك تنمية المدن والقرى الجهة المنفذة للمشروع في الحد من البطالة وتحسين الخدمات العامة والوضع المعيشي لسكان البلدية وأعلن وزير التخطيط أن الحكومة الكويتية ومن خلال الصندوق الكويتي قدمت ثلاث منح إلى الأردن بقيمة 58 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة خلال الأعوام 2014-2016 في حين أكد مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر استعداد الصندوق للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الأردنية هذا المشروع يهدف إلى الحد من البطالة وتحسين الخدمات العامة والوضع المعيشي لسكان البلديات من خلال تعزيز القدرات المالية لبنك تنمية المدن والقرى الذي سيستغل هذا التمويل من خلال توفير قروض للبلديات لتمويل حوالي 26 مشروع للخدمات العامة التي ستسهم في تحسين الوضع المعيشي للسكان حققت برصة عمان مؤشرات إيجابية في أول جلسة تداول لهذا الأسبوع مع بدي إعلان الشركات المساهمة العامة والمدرجة نتائجها المالية للعام 2016 وإعلان توزيع أرباح على المساهمين وأظهرت مؤشرات التداول اليوم أن إجمالي حجم السيولة المتداولة بلغ 7 ملايين و300 ألف دينار تحققت عبر تداول 6 ملايين وأربعمائة ألف سهم نفذت من خلال 2913 عقدا كما أظهرت المؤشرات ارتفاعا في مستويات الأسعار حيث أغلق الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم عند 2157 نقطة بارتفاع نسبته 49% حيث ارتفع المؤشر للقطاعين المالي والصناعة في حين انخفض لقطاع الخدمات أما الشركات الأكثر ارتفاعا في أسعار أسهمها فهي بنك الإسكان للتجارة والتمويل بنسبة 47% الأردنية للتطوير والاستثمار المالي بنسبة 74% أما الأكثر انخفاضا فهي الموارد للتنمية والاستثمار بنسبة 66% الجنوب للإلكترونيات بنسبة 74% وقع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة اليوم اتفاقية تعاون مع 20 جمعية محلية في محافظتي الطفيلة ومعان لدعم تركيب سخانات شمسية للمواطنين بنسبة 50% وسداد الكلفة المتبقية من خلال مظلات تمويلية مختلفة بالتعاون مع الجمعية المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة دكتور رسمي حمزة بيّن عقب توقيع الاتفاقية أن المشروع يتضمن تركيب 200 ألف سخان شمسي بالإضافة إلى 100 ألف نظام خلايا شمسية في مختلف مناطق المملكة ويستهدف الفئات ذات الدخل المتوسط والمتدني وأشار إلى أن توقيع الاتفاقية مع الجمعيات المحلية يهدف إلى تفعيل دورها في تجيع المجتمع المحلي للمشاركة في تحقيق أهداف الصندوق في تجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمساهمة في تخفيف الاستهلاك توقيع التفاقيات مع 20 جمعية محلية من محافظة الطفيل ومن محافظة معان هدفنا بصندوق الطاقة المتجددة لتنفيذ مشروع يتعلق بسخان الشمسي والخلايا الشمسية نتأمل من الإخوان في الطاقة المتجددة أن تعزيز هذا المشروع وليدي مومته لإيصال الخدمة لكل مواطنين في محاطة الطفيل من أجل الاستفادة من هذا المشروع وهو المشروع بحقيقة للخزنات الشمسية هو يعمل على الطاقة الشمسية من أجل توفير العبئ اللي بتحمل المواطن في محافظة الطفيل افتتحت وزارة العمل اليوم المعرض الوظيفي في قطاع سياحة خاصة في المهنة الفندقية بالتعاون مع الشركة الاردنية للتعليم الفندقي وتوقع وزير العمل علي الغزاوي خلال افتتاح المعرض توفير ما يقارب الألف فرصة عمل في مختلف التخصصات الفندقية والسياحية واللوجستية ويقام اليوم الوظيفي بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويستمر على مدى يومين يشارك فيه أربعون فندقا ومطعما سياحيا ويأتي تسيدا للتعاون ما بين القطاعين العام والخاص في توفير فرص عمل للعاطلين تم الاتفاق مع نقابة العاملين بالقطاع الفندقي والسياحي وجمعية الفنادق الاردنية ووزارة العمل أيضا بأن يكون هناك حافز جديد للشباب في بداية عملهم في القطاع الفندقي والسياحي على زيادة الراتب يعني بما أعني أن الشب الجديد الذي سوف يعمل في القطاع الفندقي والسياحي بإذنه تعالى سوف يكون راتبه لا يقل مع نقطة الخدمة بحدود الأربعمائة دينار شهريا استقبل مطار الملكة علياء الدولي سبعة ملايين وأربعمائة ألف مسافر خلال 2016 مسجلا أعلى حركة سنوية للمسافرين في تاريخه منذ أربعة وثلاثين عاما بحسب بيان لمجموعة المطار الدولي وأشارت الإحصائيات أن مطار الملكة علياء الدولي شهد ارتفاعا بنسبة أربعة وأربعة في المائة في حركة المسافرين في عام 2016 مقارنة بالعام الذي سبقه وفي حركة الطائرات بنسبة اثنين وثمانية في المائة لتصل إلى نحو أربعة وسبعين ألف حركة الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي كيلت بينجر قال إن استكمال المرحلة الثانية من المبنى الجديد للمطار لرفع القدرة الاستعابية للمطار ساهم في تحقيق النتائج الإيجابية خلال العام 2016 مؤكدا استمرار العمل لضمان قدرة المطار على تلبية توقعات المسافرين وتطلعاتهم باعتباره البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم اشتركوا في القناة